والآن نبدأ مع الجلسة السابعة والأخيرة تحت عنوان منظومة بناء القيادات الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والتي تلقي الضوء على أهمية الاستثمار في الكوادر المتخصصة في إدارة الطوارئ والأزمات وجدوى هذا الاستثمار في المحافظة على مكتسبات الأوطان ندعو للصعود إلى المنصة كل من سعادة الدكتور علي بن أسباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والدكتور عدنان علوان لواء ركن متقاعد وخبير في إدارة الطوارئ والأزمات وعداد القادة والاستراتيجيات بالمملكة المردنية الهاشمية كما ندعو الدكتور فيصل الكعبي عميد كلية الجاهزية بأكاديمية ربدان لإدارة الجلسة فليتفضلوا جميعاً مشكورين أرحاب المعالي والسعادة ساد الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على حضوركم لهذه الجلسة وأتقدم بن ياب عن زملائي بشكر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثة على دعوتهم لحضور هذه الجلسة طبعاً الجلسة الخامسة اليوم وتوقع الجلسة الأخيرة حالياً ستكون مركزة على منظومة بناء القيادات الحكومية في إدارة الطوارئ والأزمات الجلسة ستكون مركزة على خمس محاول رئيسية سنركز في المحور الأول للجلسة على التغيير في مفهوم القيادة النمطية لإدارة الطوارئ والأزمات في المحور الثاني سننتقل إلى آليات العمل المقترحة في تحسين منظومة بناء القادة من ناحية التعليم والتدريب لقيادة الطوارئ والأزمات والكوارث المرحلة الثالثة والمحور الثالث سيركز على جهود القائد في تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الشرك والأهم والرئيسي ألا وهو الجمهور في المرحلة والمحور الرابع سنركز أيضاً على الدروس المستفادة من الخبراء الموجودين في كيفية تطوير منظومات بناء القيادة في الأزمات والكوارث ورح ننتقل في الأخير إن شاء الله إذا سعفنا الوقت إلى محور الأخير ولا هو متعلق ببناء منظومات القيادة والتعامل مع التحديات المستقبلية طبعاً نتشرف في حضور الجلسة اليوم بحضور سعادة الدكتور علي بنسباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للعداء الحكومي وأيضاً سعادة اللواء الركن الدكتور عذنان علوان وهو أيضاً عمل في عدة مناصب قيادية تعامل من خلالها مع عدة أزمات فأيضاً من الطرق إلى تجاربه العملية الملموسة في هذا الصدد وكذلك أيضاً حالياً خبير ومحاضر معتمد في مجال إدارة الطوارئ والأزمات طبعاً في المحور الأول بناقشاتنا في الحديث لو نركز على اللي صار في العقدين الماضيين أو الثلاث عقود الماضية وأنا أنقلكم تجربة واقعية أنا أذكر في التنوية العامة كان عندنا بحث عن العولمة وكانت كلمة جداً جديدة في هذا الوقت فكانت طرح عن شو هي فوائد العولمة عن ذاك يعني ونحن اليوم دول العالم كثير استفادت من العولمة وكان فيه استفادة بين الدول وتقارب الدول وأيضاً مع زخم الإنترنت والمحركات والتوجهات اللي صارت في هذا الوقت ساهمت بشكل كبير في التداخل المتزايد بين الدول في أعمالها طبعاً العولمة كان واحدة من الأمور اللي كثير من الأمور مرتبطة فيها التداعيات اللي ارتبطت مع العولمة مع الأزمات المركبة فأصبحت أي أزمة لو كانت قليلة تؤثر على الدول في مختلف المناطق وهذا أيضاً كان له تأثير كبير على دور القادة في عملية التعامل مع هذه الأزمات فمثال على ذلك لو نتطرق للأزمة الروسية الأوكرانية وكيف هذه الأزمة بشكل كبير أثرت على سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم فأصبح القادة المرتبطين بالطوارئ والأزمات يفكرون بشكل كبير بعملية التأكد من أمن سلاسل الإمداد والتأكد من الدرجة الأولى لاعتماد على الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على أمن سلاسل الإمداد فالتأكد على انسيابية الحركة الاقتصادية في هذا الصدد وكذلك الأمثلة الخاصة بالتحديات المطابطة بالزلازل التي صارت في سوريا وتركيا وكذلك الأزمات الأخرى التي صارت وكانت حديثة الساحة في أزمة كوفيد وتداعياتها فكل هذه الأزمات أيضا تعطينا انطباع كبير ومهم أن دور القائد التقليدي تغير المدخلات التي تعرض لها القائد كانت أيضا متغيرة في هذه الأزمات كلها يتجلى دور القائد سعد أبيت بلحصان في حديثه كان حديث جدا مهم أن القيادة في الأصل الحالي هي قيادة فن التعامل مع هذه المتغيرات وقد تكون هذه الأولويات ثابتة وقد تكون متغيرة ودور القائد كيف يتعامل مع هذه المتغيرات وكيف يتعامل مع الموائمة بين هذه المختلفة المتغيرات وطبعاً مثل ما أنتوا عارفين دور القائد المفصلي في عملية وضع السياسة العامة والنهج العام فسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد في حديثه في وداية أزمة كورونا كان كثير من الدول في العالم تمر بحالة عدم يقين وتخبط ولكن الحديث بعدة جمل تطمعن الجميع فمن ناحية كان الحديث أن الغذاء والدواء أولوية ومن ناحية حديث بأمل أن هذه أزمة ومحنة وستمر وكذلك حديث آخر عن آلية أن كيف نحن نقلل من الهاجز في الموضوع بجملة بسيطة جملة لا تشلون هم فهذه كلها أمثلة على تعامل قياداتنا مع هذا الواقع فعدت الدكتور علي في كلية محمد بن راشد للأداء الحكومي سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد أيضاً بمثال يحتذا به بالقائد الذي يقف أثناء التحدي ويتعامل مع مختلف التحديات هذه وخلال أزمة كورونا كان موضوع مثلاً إكسبو تعامل الدول مع حالة من عدم اليقين في أمور كثيرة ونحن نتقبل التحدي وأيضاً نقول للعالم أننا جاهزين لإستقبال كورونا كوفيد مائتين وتداعياتها فسعدت الدكتور علي من خلال قراءتك للأزمات التي صارت والأمثلة التي تحدثنا عليها ما هو تقييمك للتغيير الذي أصبح نلمسك لنا في مفهوم القيادة النمطية والقيادة الجديدة للتعامل مع إدارة الطوارئ والأزمان بسم الله الرحمن الرحيم صوت مادر الشغال أو لا؟ واضح نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نرحبكم في هذه الجلسة ونشكر المنظمين على هذا المؤتمر وهذه القمو نجاحهم في تنظيم هذا المؤتمر اليوم من الجلسة الأخيرة ونشكر الحضور أيضاً على استمرارهم معنا للفترة لنهاية الجلسات في هذا اليوم ونتمنى إن شاء الله نقدم قيمة مضافة في نهاية في الجلسة الأخيرة بالنسبة لنا طبعاً أول شيء أتكلم عن أهمية إدارة الأزمات من منظور الإدارة الحكومية بحكم أننا في كلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية نعمل في دعم الإدارة الحكومية وإعداد القيادات على مستوى دولة الإمارات معناته التخصص الكلية ليست تخصص إدارة أزمات لكن إدارة الأزمات اليوم مرتبطة بالإدارة الحكومية بشكل كبير ومرتبطة بإعداد القيادات الحكومية ودائماً نقول الأزمات هي الاختبار الحقيقي للحكومات بمعنى في أي دراسة أنت تقوم بالواجبات اللي مرطوبة منك في النهاية المسار في اختباره وإذا ما نجحت في الاختبار فكل اللي أنت قمت بسابقاً ما له قيمة ففي الإدارة الحكومية الأزمات مهمة جداً أنك أنت تنجح في الأزمات هذا من ناحية من ناحية أخرى الأزمات مرتبطة بالثقة في الحكومة اليوم الثقة في الحكومات يعني معيار مهم جداً وعدنا في حكومة الإمارات مهتمين جداً في مسألة الثقة في الحكومات هناك معيار دولي اسمه معيار أدلمن للثقة في الحكومات حكومة الإمارات دائماً في المراتب الأولى آخر تقرير في 23 حنث مرتبة ثانية ودائماً سيدي صاحب السمو الشيخ محمد والراشد لو ترجعون للتغريدات دائماً كلما يطلع هذا التقرير يتكلم عن تقرير أدلمن وعن ترتيب دولة الإمارات وعن أهمية الثقة في الحكومة الثقة في الحكومة تعزز أو يتم تتناقص بنجاح في إدارة الأزمات بمعنى اليوم في كل أزمة إذا كانت اليوم أنت تثق في حكومتك في أداء الحكومة بمستوى عالي أي إخفاق في إدارة أي أزمة أثر السلبي على ثقة الحكومة كبير وطبعاً دائماً نأخذ أزمة كورونا كمثال نأخذ أي مثال ثاني في أي حريق في مبنى إذا كنت في دولة وصار حريق في مبنى وعدم تعامل سليم مع الأزمة وفيات السوشال ميديا طلعوا بشكل كبير تضارب في الأدوار الموجودة أرواح راحت فالمجتمع هل هذا يعزز أو تدنى ثقة المجتمع في الحكومة؟ أكيد يأثر وإذا أنت كنت في حكومة صار الحريق مثل الذي صار في رأس السنة حريق في مبنى تعامل سليم حفظ للأرواح عدم وجود أي وفيات في الحادث والحفل استمر بنفس الرتم فالعالم أشاد بالعملية هذه قبل إشادة العالم بالعملية هذه المجتمع ثقته بالعمل الحكومي ترتفع فهنا أهمية إدارة الأزمات والنجاح في إدارة الأزمات كجزء أساسي من العمل الحكومي طبعا هذه كما بدأنا نتكلم فيها وبعد نكمل إن شاء الله الحديث معكم شكرا سعاد طبعا تأكيدا لكلامك يعني موضوع الثقة في تعامل الحكومات هي ثقة متراكمة وفي حالة حدوث أي أزمة مستقبلية الثقة هذه تكون رصيد لك في التعامل معها تقلل حتى الذعر المجتمعي تقلل حتى أي تداعيات ممكنة عبر طمأنة المباشرة عبر الإيجابية التي تكون موجودة بين المجتمع سعدت لها ركن دكتور عدنان طبعا من خلال ممارستك مثال تجاربك ما شاء الله فوق ثلاثين سنة خبراء في تعامل مع مختلف الأزمات في رأيك ما هي عوامل النجاح الرئيسية للقائد في ظل الظروف المتغيرة للأزمات الحالية يعني وتعقيب أيضا إذا في مجال على حديث سعاد أشكرك بداية أن دكتور فيصر يعني اسمح لي أن أتوجه بجزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة بكيادتها الحكيمة بكيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان القائد الذي دائما في الحقيقة يبحث عن الابتكار يبحث عن المعاضل ويضع الحلول وأيضا أشكر أخواني في هيئة الهيئة الوطنية على توجيه الدعوة وإقامة هذه القمة هذه القمة من وجهة نظري هي نقطة مفصلية نقطة التحول وأيضا هي نقطة مضيئة في مسيرة علوم إدارة الأزمات والطواري هذه القمة لها أهمية كبيرة في الحقيقة بعد مضي تقريبا خمس إلى ست سنوات مرنا في كوفيد ناينتين مرنا بالعديد من الأزمات تشارع في الظروف الإقليمية المحيطة أيضا المعاضل الدولية الأزمات السياسية تطلبت عقد قمة مثلها وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات الآربية دائما سباقة في وضع الحلول فيما يتعلق بإدارة الأزمات إدارة الأزمات هو في الحقيقة علم قائم بحد ذاته وهو علم شامل يعني جميع مفاصل الدولة وجميع منظوماتها جميع منظماتها هي جزء لا يتجزى من حلقة إدارة الأزمة كل له مسئولياته والجميع يجب أن يعرف ما هي المسئولية بالضبط وكيف يقوم بواجباته وبالتالي هذا يصب في مصلحة حل الأزمة الوطنية الأزمات كما هو معروف دكتور هي شقين أساسيات هناك الأزمات الخارجية والتي تحتاج إلى تنسيق مع الدول الخارجية سواء في مراكز إدارة الأزمات منظمات دولية وغير دولية وأيضاً هناك تتبع إلى نظام السياسي الخارجية وأيضاً هيئة تحتاج إلى تعاون وثيق ومطلق مع الدول الخارجية ومراكز الأزمات الدولية لذلك نحن نعمل كمنظومة عالمية واحدة نشعر بما يمر به العالم نتعرض لما يتعرض له العالم وبالتالي مطلوب مننا وضع الحلول فيما يتعلق بالأزمات الداخلية وهي كما هو معروف أزمات تستطيع التنبؤ فيها وأزمات لا تستطيع التنبؤ فيها لكن الأزمات المفاجئة وهي قد تكون الصعوبة الأكبر للتعامل معها والتي تحتاج إلى وجود أجهزة انذار مبكر تحليل استشعار لبوادر الأزمة وهنا تبرز في الحقيقة أهمية التكاتف والتعاون والوثيق ما بين مفاصل الدولة إذا تحدثنا عن الأزمات التي يمكن استشعارها في الحقيقة هذه سهل جدا التعامل معها يعني إلى درجة ما لأنه لابد من وجود خطط تخطيط استراتيجي خطط مطبقة تمارين محاكاة أيضا ثورة إعلامية في إيصال هذه المعلومات إلى المجتمع أما فيما يتعلق بالأزمات المفاجئة وأقصد هنا يعني التي ليست من صناع الإنسان كالكوارث الطبيعية فهي تحتاج إلى أمرين أساسيات في الحقيقة الأمر الأول التعاون والتنسيق الدولي لأن هذه الأزمات هي ترانسبوردرز أحيانا أن تكون الأزمة في دولتين وتجاورتين أو في أكثر من دولة فهي تحتاج إلى أن يكون هناك تنسيق على أعلى المستويات ما بين الدول أما الأزمة على المستوى الداخلي والذي يكون متتبع إلها وإذا كانت مفاجئة فهي تحت نحن لا نتعامل مع الأزمة بحد ذاتها يعني لا يوجد شيء يسمي سيطرة على الأزمة يوجد شيء يسمي سيطرة على نتائج الأزمة كيف نقلل من مخاطر الأزمة إلى أقصى درجة ممكنة من الآثار وبالتالي إعادة الحياة لما كانت عليها قبل أحدوث الأزمة شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا 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 دكتور في تركيزك هنا على قائد الأمور التي يركز عليها طبعا المامة بمختلف هذه المعطيات جدا مهم أيضا في تعزيز دورك قائد المستقبل حديثنا الآخر المحور الثاني طبعا يتحدث عن الاستثمار في التعليم والتدريب والتأهيل طبعا بلا شك الدول كلها تستثمر في التعليم والتدريب للقيادات في منظومة الطوارئ والأزمات ويظل الشغل الشاغل أو الحديث دائم كتوصيات الاستثمار في التعليم والتدريب سعى الدكتور نحن نعمل في التعليم وهذا شيء يفرحنا أن نعمل ونشوف هذه توصية دائما موجودة لكن ما هو على أرض الواقع التعليم والتدريب المفروض يشتغل عليه أكثر لبناء قائد مستقبلي يستطيع بغض النظر مكانه هل هو القائد الرئيسي الاستراتيجي أو القائد نقول التكتيكي الذي يترأس اللجان الفرعية أو القائد التشغيلي الذي موجود على أرض الواقع يقود غرف العمليات وما إلى ذلك فاليوم ما هو التعليم والتدريب أو الفجوات التي موجودة في التعليم والتدريب والذي برأيك باستطاع الحكومات والمؤسسات لو تركز عليها بتبني قادة مستقبل طوارئ الأزمات بشكل فعال أكثر فضاء سعيد شكراً دكتور فيصل طبعاً أنا قبل أن أجاوب سؤالك أكمل نقطة خاصة بالإدارة الحكومية وأرجع لسؤالك أسمحني فيها طبعاً أنا بعقب على الجلسة السابقة التي كانت من سعادة عبيد الحصان سعيدين كنا نسمع جلسة قائد حكومي يتكلم عن معارف وعن علوم مختلفة وكيف يستفيد من هذه العلوم في العمل فإحنا كأكاديميين يوم نسمع قيادات حكومية عندها الطلاع عندها المعرفة هذه العلمية نكون جداً سعيدين وطرحه كثير من الأمور من ضمنها طرح يعني نقطة يمكننا لوحد يوصل إياها كبس فيدباك على الكلام الذي ذكره ذكر بكل شفافية أن الاستعداد الاستراتيجات الاستباقية لم تكن موجودة بخصوص كوفيد-19 لم تكن في استراتيجيات استباقية موجودة بشكل عام الكلام صحيح لم يكن في استراتيجي لأنه لم يكن في تنبؤ في حادثة مثل حادثة كورونا لكن في المقابل نربط هذا الكلام بالأداء الحكومي الذي قلنا الأزمات هي الاختبار للحكومات حكومة دولة الإمارات بنت حكومة ذات كفاءة عالية مع أنها لم تقم بوضع السيناريو لنفس السيناريو لكوفيد لكن قدرت تتعامل لأنه كان في تركيز في حكومة دولة الإمارات على محاول رئيسية أدت لنجاح الحكومة في التعامل مع كوفيد لو هي نحن موضوع استشراف المستقبل موضوع الإبتكار موضوع المرونة في العمل الأجلتي التي تكلموا عنها الأجلتي في الحكومة موضوع التحول الإلكتروني الذي كان سابق الذي كنا جاهزين فيه كبنية تحديف التحول الإلكتروني موضوع البيانات والاهتمام بالبيانات واستخدام البيانات في الأزمة هذا كله كان استعداد من الحكومة قبل الاختبار يمكن كان مفقود ليلة الاختبار الذي أنا لم أستعدد في السيناريو لكن كاستعداد حكومي بشكل عام كان جاهز للتعامل مع أي أزمة أي أزمة ممكن تكون قادمة وممكن أن تنبأت فيها فهذا كان الجزء في استعداد الحكومي نحن حق القيادات وسؤالك دكتور فيصل بالنسبة للقيادات اليوم القادة في محاور كثيرة في إعداد القادة وفي محاور مطلوبة من القيادات وفي كفاءات مطلوبة يومني ندرب القيادات على هذه الكفاءات نرى ما من الكفاءات التي مرتبطة بإدارة الأزمات بكفاءات ليس مرتبطة إدارة فراغ العمل وفي بعض الإنقاط ما الهرتباط بشكل صريح بإدارة الأزمات لكن في مهارات الهرتباط مثل مهارة الاتصال مثل مهارة التعاون مثل مهارة التخطيط هذه المهارات الهرتباط بشكل رئيسي مع إدارة الأزمات فنركز على هذه النقاط ونركز أن في القيادات يكون عندهم الاتصال بشكل كبير وأيضا التعاون في تحقيق المصلحة العامة لأنه وفقت وقت الأزمة وقت الأزمة أنت لا تنظر لمصلحة مؤسستك أنت تنظر المصلحة المجتمعية فيجب أن القائد غيادة المؤسسات يفهمون هذا يمكن أن في دولة الإمارات التنافس بين المؤسسات في مسألة التميز ومسألة، لكن وقت الأزمة، التنافس المفروض لا يكون موجود. وقت الأزمة، أنا لا أنظر لمؤسستي، أنا أنظر لمصلحة المجتمع وأتعاون مع الجهات الأخرى التي تكون موجودة. فنحن نحاول أن نعزز هذه النقاط في القيادات. لا أدري، يمكن أن نأخذ مثال على هذا الموضوع في الاتصال، مثلاً. الدكتور، لدينا مثلاً في درس الوصايا العشر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. والذي في الإدارة الحكومية والقائد الحكومي، واحدة من الوصايا العشر، نركز عليه الوصية السابعة، تواصل وتفاعل. فنعزز كيف تستطيع أن تتواصل للمجتمع؟ كيف تستطيع أن تعزز كقائد تواصلك مع كل الأطراف المعنية؟ توصية مثلاً ممكن نذكرها بشكل سريع، تواصل وتفاعل، تواصل مع جمهورك باستمرار، مع مجتمعك، مع الإعلام، من حولك، ابني سمعة وصورة، أخبر العالم عن طموحاتك وقدراتك، بعض الحكومات تعتقد بأن التواصل الإعلامي وظيفة تكميلية وأحياناً مزعجة، ولكن أقول لهم بأنها أساسية ورئيسية، دائماً نقولهم يا جماعة، القيادات السابقة كان يقول لك أنا شخص أحب الإعلام، فالمدير المؤسسة يحب يتواصل ويطلع في الإعلام، وهيك مدير ثاني يقول لا أنا لا أحب الإعلام، دعوه غيري يتواصل في المؤسسة، فهنا نقول حق القائد لا، اليوم وظيفة رئيسية ومهارة رئيسية أنك تقدر تتواصل، حتى مع السوشال ميديا، مع الإعلام، توصيل الأهداف المؤسسية، قدرتك على التواصل سواء كان المجتمعي أو حتى مع المؤسسات الحكومية الأخرى، هنا بعض المهارات التي تركز عليها التي هي مربوطة بإدارة الأزمات. شكراً ساعتك، طبعاً التحول هذا في عمل الحكومة عندنا في الإمارات من تحول رقمي إلى حديث أكثر عن استشراف، عن رشاقة مؤسسية ومرونة، كلها ساهم والله الحمد، يعني نحن كدولة ما حسينا فعلاً بالتأثير الكبير على أزمة كورونا بشكل عام، لكن يظل الاستثمار في التعليم والتدريب المستقبلي، يعني دكتور ساعتك، موضوع سيناريوهاتي، لو نتحدث سعادة عبيد بالحصان كان الحديث عن موضوع الأمطار وياه الأمطار اللي صارت والحادثة اللي صارت في الفجرة، على موضوع أنه تم اختيار سيناريو، وعارفين أن هذا سيناريو سيكون موجود، فحالة عدم اليقين أقل، والتأثيرات هذه الحادثة خلاص شبه مدروسة يعني، فالحديث عن السيناريو الثاني فيه متسع من الوقت، وبإمكان تعزيز الجهود والموارد لهذا الموضوع، فأيضا يقودنا هذا ما هي الصعوبات، ودكتور ساعتك ذا في مجال وركن دكتور عدنان، ما هي الصعوبات التي تواجه المؤسسات في تطبيق أي منظومات تعليمية وتدريبية لقادة طوارئ الأزمن خلال تجربتك العملية أيضا؟ أشكرك دكتور، يعني أنا أريد أن أخبرك عن، يعني خلال وجودي في المركز الوطني الأردني، مديري لمدة ثلاث سنوات، يعني أعصرت تقريبا أزمتين رئيسيات، يعني منهم، اللي هو أحداث البحر الميت، اللي راح ضحيته 35 شخص، بعدها مباشرة، وراجعنا عن نفسنا، لابد من ظهور بعض النقاط الضعف، وأحياناً في نقاط الضعف يمكن معالجتها، أدخلنا احتراماً لإدارة الأزمات، أدخلنا منهج جديد، ماجستير في إدارة الأزمات في الجامعات الأردنية، وأيضاً أعطينا مساق لتدريسه بالكليات حتى على مستوى المدارس، فأنا أعتقد أنه أي تغيير، لا بد ما يكون هناك خوف منه، نحتاج إلى أن نبدأ فيه من التعليم، فالتعليم هو أفضل وسيلة للتغيير، وعادة التغيير في علم إدارة الأزمات، يبدأ من أدنى إلى أسفل، من أدنى إلى أعلى، وليس من أعلى إلى أسفل، فيما يتعلق موضوع القيادة، نحن نبحث عن شيء مهم جداً، بالنسبة لأخواننا، اللي هم القادة المستقبليين، يعني مثلاً كيف، تمكنه حتى يصبح قادر على إدارة أزمة وطنية، ثم مستوى الدولة، إذن نحتاج إلى أن يكون الشخص، أو القائد المستقبلي، لديه في فكره، فكرة كسب المستقبل، كيف تسيطر على الأحداث المقبلة، هذا يتطلب منك العديد، يعني الأمر ليس أكاديمي، القضية، قضية، قضية خبرة، تراكمية، أنا أخبرك عنها، أننا وجدنا، أنه هناك مشكلة، بتأهيل القادة، أن القائد عنده خوف من التغيير، عنده خوف من الأخطاء، أنه هل إذا عملت هذا القرار، إذا اتخذت هذا القرار، ما هو العواقب، وهل فعلياً هناك محاسبة إلي، وهذا ما نسميه مايك رومانيجماً، في علم تدخل السلطة الأعلى في الأسفل، وهذا ما نحاول جاهدين، أنه القائد، بغض النظر عن مستوى، يجب أن يكون قادر على أخذ القرار، حتى وإن كان فيه نوع من الخطأ، وبالتالي هو أصبح، يعني يتعود مرة على مرة، ويكون هناك قرار خاطئ، ومن ثم في النهاية لا بد أن يصل إلى القرار السليم، الأزمات بالذات، الأزمات ليس بالأمر السهل أن تقوده، قيادة الأزمات هي عملية استثنائية وليس تقليدية، نحن نبحث، نتمنى أن تكون قيادة الأزمات أمر تقليدي، يعني نورمال يتأخذها، لكن هذا مستحيل، الأزمة سميت أزمة لأنها تحتاج إلى قيادة استثنائية، وتأتي في ظروف غير متوقعينها، ولذلك يجب أن يكون في خطط مسبقة، في تمارين محاكاة، في تدريب مشترك، في تنسيق، قدرة على اتخاذ القرارات، تعمل تست مرة ومرتين وثلاثة، والأهم من هيك، ثلاث عناصر أساسية، هذه الأزمة، تتعامل مع أزمة، تتعامل مع مجتمع، وتتعامل مع الإعلام، وأحد منظرين لإدارة الأزمات في جورج سي مارشل، يقول أنه من يفعل الأزمة؟ من يفعل الأزمة؟ الإعلام، إذا الدولة كان عندها إعلام تدريجي، يجب أن لا يذهب المواطن، بغض النظر عن دولته، أن يبحث عن المعلومة في وسائل سائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يأخذها من الدولة، وهي شيء اسمه تدرج إعلامي، كل ربع ساعة، كل ساعة إلى آخره، فهذه من أحد المعاضل الرئيسية، في الحقيقة التي نعانينا منها وواجهناها، إذا لم تتمكن الدولة من قيادة الأزمة، فيصبح الجميع مرهون إلى تويتر، يقودها الفيسبوك وتويتر، فالجميع يبحث عن معلومة، لأنه إذا لا يوجد معلومة دقيقة، هذا يحتاج إلى بناء جسر من الثقة، ما بين المجتمع، وما بين الحيئة المعنية بإدارة الأزمة، وأيضاً ما بين كافة مفاصل الدولة، دائماً الأزمة يجب أن تدار من جهة واحدة، يجب أن يكون ناطق رسمي باسم إدارة الأزمة، وليس من وسائل السوشيال ميديا وإلى آخره، جميع المحطات يجب أن تأخذ ما يجري في الدولة، من المحطة الرئيسية والناطق الرسمي باسم الدولة، يعني في إدارة الأزمة تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى استشعار، أنظمة استشعار حديثة، الآن في ظل تقدم التكنولوجيا، أصبح سهل جداً الحصول على المعلومة، يعني أنا أحكي لك عن واقع رقمياً، نحن في الأردن 11 مليون مستخدم للهواتف النقالة، فخلال ساعة تستطيع أن تصل إلى 2 مليون، يعني إذا بدك تبعث مسج، على تويتر خمسة بالمئة، ستة وسبعين في المئة من الشعب الأردني يستقبل المعلومة، لكن لا يأخذ فيها، فالمهم جداً بناء الثقة ما بين إدارة الأزمة، وأيضاً ما بين المجتمع، وبالتالي هي عملية تكاملية، نحن نأمل أن تكون الفكرة الرئيسية في ذهن أي قائد حالي، هي كيف تصبح جزء من عاداته وتقاليده، أنه أنا أريد أن أطور القائد المستقبلي، حيث يكون له الهدف، وكيف أن نسيطر ونفوز على المستقبل. شكراً دكتور، طبعاً نزاك الله خير، أنت جاوبت على سؤال الثاني والثالث مع بعض، حوارية، يعني أنت في الفريق، فنرجع لدكتور علي، دكتور يزاك الله خير، نحن تتطرقنا لموضوع المبادئ العشرة لخمسين سنة قادمة، يعني، واحد من الأشياء، لو لو واحد يقرأ المبادئ أيضاً، بيلاحظ أن كلمة اقتصاد هي من أكثر الكلمات الموجودة في البنود، يعني، فالتركيز على الاقتصاد ليس وليد اللحظة، هو تركيز لكل الدول، الاقتصاد دائماً يأخذ مساحة كبيرة، فتداعيات الأزمة، وتداعيات الأزمات المركبة التي تحصل، تكون على مختلف القطاعات الحيوية، وأهم قطاع فيهم قطاع المجتمع، طبعاً تتطرق لسعادة الوارقة الثنان، ولكن أيضاً القطاعات الحيوية الأخرى، يعني، كيف تشوف نقدر نجهز قادة مستقبلين، يستطيعون هم يزيدون من لحمة التكامل والتنسيق بينهم وبين الجهات الأخرى، وكيف تشوف يعني دور القائد هذا في عملية بناء القدرات المشتركة بينه وبين الجهات، فضلك، دكتور، من أهم الصفات القيادية لأي قائد، موضوع الرؤية، والتساع الرؤية والتساع الأفق، فإذا نريد أن نعزز الرؤية عند القيادات الحكومية، نريد أن القائد ليس فقط يرى مستقبل مؤسس له، أو يرى القطاع الذي يعمل به، يجب أن يكون لديه الطلاع على توجهات الدولة، على الاقتصاد الدولة، على المنظومة الوطنية، نحن نحتاج من القادة الطلاع واتساع أفق على توجهات الدولة، وهذا الذي يجعلهم دكتور أكثر كفاءة في التعامل مع الأزمات، فجزء كبير، مثل ما ذكرت اليوم، المبادئ العشر لدولة الإبارات، هذه مهمة جداً، ونشرحها بشكل كبير في القيادات، ونركز على مسألة الاقتصاد التي ذكرتها، أن نضعها بشكل واضح قياداتنا للمستقبل إن شاء الله، العشر المحاور هذه، المفروض أن نركز عليها، ونعرف التغييرات التي حصلت في العشر نقاط، المحاور هذه المبادئ، وأهم ما كان موجود. أيضاً، من الأمور الأخرى التي نركز عليها، دائماً، يمكن أن يفهم هذا الشيء، الذي يوجد في إدارة الأزمات، لكننا نحاول أن نوصل إلى القيادات الحكومية، وهو تأثير النظام السياسي على إدارة الأزمات والكوارث، المنظومة السياسية لدولة الإمارات، المنظومة الاتحادية الفدرالية لدولة الإمارات، كيف قدرت المنظومة تتعامل مع الأزمة مثل أزمة كورونا؟ ممكن دائماً يكون تحدي في الدول التي فيها عدم وضوح لتوحيد للرؤية أو المصلحة العامة، بمعنى الدول التي فيها أحزاب سياسية، الدول التي فيها أطراف أكثر عن طرف، يتصارعون في مسألة النظام ومسألة الحكم، يومتي أزمة لو ظاهرياً يطلعون أن كلهم في اتجاه واحد، لكن في التعامل الواقعي كل حد يبغي يفشل الثاني، هذه طبعاً في الأنظمة الثانية، لكن اليوم ننتهي في النظام الذي لديك نظام الاتحادي، النظام الاتحادي أثبت أن أكثر كفاءة في التعامل، ليس فقط في النجاح والتنمية التي تحققت، أيضاً أثبت نفسه أن أكثر كفاءة في التعامل مع الأزمات، وردنا هذا الشيء في أزمة كوفيد-19، بدأت الأزمة، كانت قرارات اتحادية لفترة، بعدين انتقلت إلى قرارات محلية بين الإمارات، في الإمارة أصبحت تصدر قرارات التي تناسب وضعها الصحي، والتي تناسب طموح الإمارة، فليس هناك تنسيق بين الاتحاد، وهذه طبعاً بقيادة إدارة الأزمات والكوارث، سواء كانت الإدارات المحلية في الإمارات، أو الإدارة الاتحادية، كان هناك تنسيق، كان هناك حوار، كان هناك نقاش، كان هناك أخذ وعطاء طول فترة الأزمة الصحية، صحيح كانت النقاشات موجودة، وبناء عليه تم اتخاذ القرارات، لكن في النهاية، القرارات كانت جداً فعالة في تحقيق النتائج التي وصلت لدولة الإمارات، فهنا نركز على أهمية الاتحاد والنموذج الاتحادي الموجود، وقيمة هذا النموذج، الحمد لله رب العالم، الله نعم علينا بقيادة، الله نعم علينا بثروة طبيعية، ونظام سياسي اتحادي نتمسك فيه، نظام جداً إيجابي، لكن يجب على القيادات الحكومية فهم هذا النظام، وفهم كيف أتعامل أنا مع المستوى الاتحادي والمستوى المحلي، والتكامل بين الاتحاد وبين المحلي، ودائماً تغليب المصلحة الاتحادية على المصلحة المحلية. وهذا أدكتور ترغب في أولاد الموضوع والاتحاد أيضاً، يوجد في نقاش سواء كان موضوع اقتصادي أو أزمات، هناك مصالح في الإمارات المحلية، ففيه مصالح الاتحادية، كم قيادات ليس لدى أن يكون نقاشاً موجودة. لكن دائماً، النقاش لتحقيق المصلحة العليا، ودائماً مصلحة الاتحاد هي 똑تغلب في النهاية، فهذا من ضمن المقاطر اللي يركز عليه أشكرك دكتور أشكرك على تعقيبك طبعاً في محور مهم جداً هو محور مرتبط بالدروس المستفادة وكيف انصارح عنفسنا وأتوقع الجلسة اليوم قبل ساعة كانت جلسة صراحة من طريق العمل بإنسيمة على عدة أمور فالدروس المستفادة هي عبارة عن إرث لنا ورصيد متراكم نستفيد منها وتستفيد من الأجيال القادمة ونستغل هذه الفرصة أيضاً نشكر القائمين على الهيئة الاتحادية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارئ لنشرهم لكتاب الطريق إلى النجاح خلال كوفيد-19 وهو فعلاً كتاب يطرح في مختلف مدخلاته ومختلف السطور الموجودة عن التجربة الحقيقية للإمارات خلال التعامل من كوفيد-19 ويعتبر مرجع لنا وأيضاً للدول الأخرى عن نجاحنا في التعامل مع كوفيد-19 نحن أيضاً لو ننقيس العزمات التي تصير أيضاً ساعة اللواء دكتور عدنان موضوع التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالأفق الاستشرافي والتسلح بأفق التطبيق الابتكاري للمبادرات المتميزة مثلاً التطبيق الابتكاري اللي هو R100 اللي بارها عرض علينا هو تفكير خارج الصندوق لعملية دارة البيانات الضخمة وكيفية التعامل معها فاليوم القائد الناجح هو اللي يستطيع أن يتعامل مع مختلف المدخلات يتعامل مع واتف إذا هذا الشيء فعلاً صار كيف رح نتعامل معاه بدل ما يهبط الفكرة كاملة لا لأنها تتعامل مع مختلف المعطيات اللي قد تتغير يوم عن يوم تكون نشارة صغيرة وتكون نشارة كبيرة بعد ذلك وتتعامل معها فدكتور سعدتك إذا في مجال بس لو تعقيب على شو أهمية الدروس والفرص التحسين المرتبطة بنظمنا في تطوير القيادات في الطوارئ والعزمات وبالخلال تجربة علمية واقعية على إجاز وعجالة لو تكرمت شكراً يا أشكرك دكتور يعني أنا بدي أعود لتفضل فيه سعادة نائب رئيس الهيئة وحكي عن النقاط يعني أنا أسميها ليست نقاط الضعف لكن يعني أين كان الخلل في إدارة الأزمة وهذا أمر طبيعي جداً يعني مهم جداً للهيئة الوطنية أو لفريق إدارة الأزمة أن ينتقد نفسه بعد مرور أي أزمة بعمل مراجعة أين كنا أقوية أين كنا نحتاج إلى تطوير ما هي النقاط التي نحتاج إلى نطورها وهذا أمر طبيعي جداً ومن واقع العمل أنا بحكي لك يعني دولة الإمارات العربية كانت سباقة مثلاً فيما يتعلق في وضع الحلول لكوفيد ناينتين وبالتالي هي أول دولة في المنطقة خرجت من هذه الأزمة الشيء المهم جداً أن ندرك أن الدروس المستفادة هي أساس في نجاح وتفادي الأزمات اللاحقة يعني ما في هذا العالم كينونة قائمة مستمرة الأزمات في كل العالم موجودة موجودة في دول مجاورة موجودة في الإقليم موجودة في المنطقة على مستوى العالم ولذلك هنا يجب أن نكون مستعدين التعليم جزء لا يتجزى من وضع الحلول والخطة الاستراتيجية المستقبلية التي نحن نتدرب عليها ولذلك يعني إذا لم أعرفت أين كانت النقاط التي تحتاج إلى تطوير فلا يمكن أن نضع خطأ استراتيجية ناجحة وأيضا يجب أن أعطاء القادة المجال لتطبيق الخطط الاستراتيجية على كافة المستويات وأعطاء كل ضمن مسؤوليته لا شك أخي فيصل أنه في كثير من القادة قد يجد أنه هناك في مشكلة إذا تم توجيهنا انتقاد إله وهذا اللي نحن يجب أن نخرج من الدائرة هذه قطعيا ونتجه إلى وضع نقاط القوة كيف نحافظ عليها وقد نقاط وضع نقاط الضعف من المعاضل عادة في الأزمات يعني أنا أحكي لك عن خبرتي المشكلة في التواصل مع المجتمع يعني كنا سابقا نستعمل شيء اسمه أصدقاء الشرطة الآن نحن في صدد شيء اسمه يعني لابد أن يكون فيه أصدقاء الأزمة أيضا في كل منطقة ناس هم جاهزين لمساعدة فرق إدارة الأزمة أقلها لتطمين المجتمعات المحلية وأيضا لنقل الصورة الصحيحة لأنه في الأزمة وخلال إدارتها تكثر المعلومات وتقل مصداقيتها معلومات كثيرة لكن المصداقية هي فقط تكون من الناس اللي معنيين بهذا الحكي وأحيانا في أمور يجب يمكن قياسها نعم فيه أنظمة كثيرة ما بدينا نحكي أكاديمية كبيئة وعلى رئيس لكن فيه شيء واحد لا يمكن قياسه الصدمة النفسية للمجتمع اللي يصير فيه أزمة معينة يعني الله يعدينا شرها ويبعدها عن البلد وهلها لما نحكي عن الكوارث الطبيعية مثلا فجأة مغاشرة بتكون قاعد مع أولادة فجأة ولا لا يوجد شيء هذه الصدمة نفسية هنا أنا وجدت يعني في اليومين اللي أنا كنت في الإمارات أنا بدرس كثير وجدت أنه في موجود حلول للحالات النفسية يعني المعالجة المجتمع بعد الصدمة بعد الصدمة من الناحية النفسية طبعا هذه لا يمكن قياسها يعني لا تعرف كمي المجتمع سيعاني لكن نحن كويس جدا أن يكون فيه تمارين قابلة للتطبيق في تواصل المستمر أيضا حلقات اتصال وتواصل مع كافة المجتمعات وقياداته على المستوىات المحلية وعلى المستوىات الإمارات يعني بشكل كامل وعلى مستوى الدولة وأيضا يجب على إدارة الأزمة أن تصل إلى أدنى المستويات لأن الخلل عادة يكون في في المجتمعات البسيطة لأنك لابد أن تكون إليك فيها وسائل اتصال حديثة وسائل انذار موكر ووسائل رسائل تبادلية ما بين يجب أن يكون علاقة كيميا ما بينك وبين المجتمع إذن وجدت التقى ما بين المجتمع وهيئة إدارة الأزمة أصبحت الأمور تسير بالطريقة الصحيحة وبالتالي الثقة هي مفتاح النجاح في إدارة الأزمة ما بين قيادته ما بين قيادة الأزمة وبين المجتمع يعني هذا الشيء أنا بحكي بحكي لك عن واقع عشت أنا في في إحدى الأزمات أنه أنت يعني الناس المتضررين يعني بكثر شكاويهم بكثر مشاكلهم فأنت بدي يكون عندك قدرة وعندك خطط جاهزة للتعامل وعلى كافة المستويات مع ابناء المجتمع المهلين سعاد دكتور عدنان سعاد دكتور علي بن سبا أيضا من محور لو نتحدث عن محور مرتبط بتحديات المستقبلية اللي موجودة وكيف تستطيع أن أنت اليوم تصنع قائد مستقبلي يعني منفتح على مختلف المتغيرات اللي تصير المحركات والتوجهات المستقبلية شبه متغيرة يعني كل يوم عندنا تطبيقات قد إن شاء الله يعني تأثر على عملنا وكيف تستطيع نحن نمكنها كفرص تحسين لنا في تطوير أعمالنا فاليوم كمثال يعني دور إدارة البيانات الضخمة التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بلا شك ساهم بشكل كبير في التعامل الفعال مع أزمة كوبيد كمثال ولكن ولاحظت معايا في الفترة الماضية خرج كبير مهندسين من شركة جوجل استقال وقدم استقالته وأعلن أن يسخر جهده ووقته كله لعملية التحذير من الذكاء الاصطناعي وكان حديث على موضوع كيف بعض الدول والجهات قد استخدم هذه لأغراض غير الأغراض المهيئة لها كاستخدام فيصبح الذكاء الاصطناعي اللي حاليا قادة المستقبل رح يعتمدون عليه في اتخاذ قراراتهم خلال الأزمة والطوارئ رح يكون لربما هذه نقمة علينا وليست فائدة يعني حتى إيلون ماسك توقع كان في حديث كان عنها نفس التحذير فسعدت بحكم وجودك في محمد راشد الحكومي أكيد هذا جزء من الأشياء اللي تغطونها فكيف تصنع من قائد تكون عنده العقيدة نعيش عصر متغير بشكل سريع وترون التقدم التقني والتغير الذي حصل ثورة AI التي نعتبرها ثورة داخل الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة هناك أكثر من محور فيها الآن نحن هناك ثورة داخل ثورة أخرى وهي ثورة AI والتقدم التقني التقدم سريع بشكل كبير ويجب علينا أن نطور النصرين أول شيء بالنسبة للأزمات الأزمات المستقبلية أكثر تعقيدا من الأزمات الحالية واهتمام بالأزمات يجب أن يكون على درجة عالية لأن الأزمات التي قادمة المتوقعة أكثر تعقيدا لأنها ترتبط بتقنيات عندك السايبر سيكوريتي عندك الـ AI وكثير من الأمور التي يمكن أن تحصل في المستقبل خصوصا الأمور الاقتصادية ونرى الوضع الأقليمي والعالمي النزاعات الاقتصادية النزاعات الموجودة فهنا ممكن أزمات سواء غير الكوارث الطبيعي عندك الأزمات التي ممكن تحدث معناها يجب أن نرفع مستوى استعدادنا للأزمات القادمة الشيء الإيجابي في المسألة أن لدينا ممكنات أكثر بأزمات أصعب قادمة وهذا المتوقع عن المرينا فيها لكن هناك ممكنات أكبر والممكنات هي أيضا الممكنات التقنية المثال الذي أطلقه الخدمة التي أذكرني لكن أسمها R100 هذا مثال على كيف أستخدم التقنية لمساعدتي في التعامل مع الأزمات المستقبلية كثير ما أنا استثمرت في التقنيات واستثمرت في ال الذي يساعدني في إدارة الأزمات هذا الذي يكون مطلوب إن شاء الله في المستقبل نقطة ثانية بشير اللي هي الشراكة المجتمعية التي تكلمنا عنها جزئيا والشراكة مع القطاع الخاص جزء من عمل الحكومة وحكومة المستقبل أن نرفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص خصوصا من ناحية التقنيات وخصوصا من ناحية تفويض بعض الخدمات الحكومية وهذا كان توجه حكومي شاهدنا هذا التوجه حكومي كان من عام 2015 أننا نرفع كفاءة الحكومة نقلل من تكلفة الحكومة ونرفع كفاءة الخدمات عن طريق تعهيد للقطاع الخاص وشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى شراكات أخرى مثل PPP وهي شراكة مع القطاع الخاص ورى الشراكة في القطاع الخاص يمكن في إدارة الأزمات يمكن أدارها في المسألة لكن نحن في أزمة كورونا ظهرت بشكل كبير في المستشفيات الصحية في الشراكة التي حصلت المجتمعية فكانت جدا واضحة شراكة المجتمع وشراكة القطاع الخاص في التعامل مع الأزمة فنتمنى أننا الاستفادة من الدروس التي حصلت في كوفيد أن تعزيز هذه الشراكة وقدرة القيادات الحكومية على الشراكة بشكل فعال مع القطاع الخاص أمس كان تكريم لأسف لم أحضرت بس أتمنى لو كان شفنا كثير من التكريم صار عقب كوفيد للمؤسسات الحكومية العاملة في كوفيد بس نبغي أن نشوف تكريم للقطاع الخاص الذي ساهم تأمين تكريم للأفراد والمجتمعات الكيانات المجتمعية التي شاركت الحكومة نعم قامت بدورها وكثيرين قاموا بدورهم لكن ما بالنسبة للقطاع الخاص وبالنسبة للمجتمع إذا كان في تكريم فهذا شيء إيجابي أنا يمكن ما عندي علم إذا بصح عولي إذا كان حصل تكريم لهم هذا شيء إيجابي إن شاء الله أن يستمر وإذا ما حصل المفروض أن يكون يحصل وكان مثالنا في الشيء هذا سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بعد كوفيد على طول تكريم للأطباء بمختلف جنسياتهم والذين فقدوا بعض الأرواح التي تم فقد من خلال الأطباء وتكريم لأسرهم فهذا مثال قائدنا اليوم يعطينا مثال في التكريم والتحفيز لكل من ساهم معاننا في الأزمات لخلق تعاون مستقبلي لأي أزمة اليوم نحن في مجتمع ففتح الأبواب مع القطاع الخاص ومجتمع مهم جدا طبعا آخر سؤال عندنا دكتور عدنان إذا سيف الظاهري اليوم صباحا في الجلسة على موضوع البيانات التي كانت متاحة في البداية أثناء كورونا وكانت بيانات جدا قليلة عن المرض وكذلك نعم وكذلك نعم فالدكتور حديثه في السيف الصباح عن الموضوع أيضا أن المستقبل لن يخلو من أزمات صحية أخرى ولن يخلو من أزمات سبرانية ولكن تكون أيضا هناك أزمات مختلفة يمكن لا نقدرك محتواها حاليا فبرأيك على عجالة وعندنا آخر دقيقتين فقط أنا أعذر أنا أشكر يعني أنا أبدأ أحكي عن فيما يتعلق بالقطاع الخاص تفضل الدكتور علي وحكي في هذا المجال يعني المهم جدا أن الجميع يدرك أنه إذا أخذنا موضوع الصيبر سيكيري أمن المعلومات كل واحد فينا له خطته ومستعد يدفع فلوس في سبيل المحافظة على معلوماته لماذا؟ لأن هذا العلم علم شامل لما نحكي عن الأزمة الأزمة هي أيضا شمولية الجميع يتأثر فيها الأزمة هي لا تعرف لا كطاع خاص ولا كطاع عام ولا هذا غني ولا هذا فكر هي أزمة شاملة لذلك يعني تعاون الكطاع الخاص في هذا المجال هذا أمر يعني متطلب رئيسي جدا ويجب أن يكون هناك في أيضا يعني أنا بخبرتي كنت هات ضباط ارتباط من القطاع الخاص موجودين عندي وأيضا في كونكشن بين وبين هم بطل على معلوماتهم باستثناء طبعا المعلومات السرية وأحتفظ في فريق خاص من كل منظمة من كل منظمة خاصة يعني في عملية تشاركية حتى هم شريكين في اتخاذ القرار وأيضا شريكين يعني كما يتأثر بالأزمة فهو شريك في اتخاذ القرار بحيث أنه يعني يصبح جزء لا يتجزأ من منظومة إدارة الأزمة هناك من التحديات التي يجب أن نحكي فيها الآن كما تفضل الدكتور علي يعني في ظل وجود التقنية والتكنولوجيا يعني عمرنا ما فكرنا أنه أنت ممكن تدير أزمة عن بعد أو تعليم عن بعد يجب أن يكون هناك في بنية تحتية جاهزة لإستقبال هكذا الأمور الأزمات القادمة أنا متأكد قد تكون أكثر تعقيدا لكن لدينا أيضا موارد بشرية قادرة على استيعاب المستقبل وهذا هو الهدف الرئيسي تطوير وتنكين وبناء قدرات القادة بناء قدرات المجتمع بناء قدرات فرق إدارة الأزمات وجميع الفرق المشاركة في منظومة إدارة الأزمة لكي نستطيع احتواء الأزمة والتقليل من مخاطرها قدر الإمكان بكرا سعادتك طبعا عرف البعض مش متغدي فمنخلص إن شاء الله دكتور آخر سؤال من الجمهور أيضا موجود الحديث عن قيادة الأزمات المتتالية طبعا هذه الأزمات المتتالية القاد بيكون فيها مكلف بعدة مهام متشعبة قد تكون في اختصاصها قد لا تكون في اختصاصها ويحتاج الكثير من التفويض طبعا في عمله ولكن كيف نستطيع سؤال عن كيف القائد يستطيع أن يحل مشكلة الأرهاق وتثقيف قادة المستقبل حول الرعاية الذاتية أثناء الأزمات حل مشكلة شو دكتور حل مشكلة الأرهاق البرناوت يعني أثناء الأزمة وكيف يمكن القائد تثقيف نفسه حول الرعاية الذاتية أثناء الأزمة وطبعا إدارة الأزمات لا تختلف من ناحية القيادية في أمور كثير لا تختلف عن القيادة المؤسسية فيجب أن القائد دائما الرؤية وتمكين الفريق العمل وتحفيز فريق العمل فهذه كلها تكون موجودة للاستعداد وقت الأزمات فوقت الأزمة العمل الإيجابي الذي يكون سابق على الأزمة سواء كان مؤسسي أو مرتبط بسيناريوهات الخاصة متخصص في إدارة الأزمات أو عمل مؤسسي بشكل عام في رفع مستوى المؤسسة هذا الذي يساعدك في مسألة التعامل مع الأزمات المستقبلية التحدي طبعا المستقبلي الذي نقوله في الأزمات هو تحدي التقني الذي يجب أن نسارع فيه بالإضافة إلى المجتمع الخارجي والصراعات الموجودة التي نرى الصراعات الاقتصادية والتحديات العالمية الموجودة سواء كان المرتبطة بالمناخ المرتبطة بالطبيعة فيه تحديات كثيرة ونرى بصراع مع المتابعة نرى فياسة الزايد مع الوقت ومع دخول التقنيات والتحديات التي من التقنيات ومن الذكاء الاصطناعي ومن السايبر سيكوريتي فالمستقبل أكثر تحديات كبيرة فيه لكن يجب أن نفهم التقنيات التي نستطيع نتعامل معه بشكل مناصب شكرا ساعتك طبعا سوالي بنفس الطريقة لتور عدنان فيما يتعلق وانت من خبرتك تعرضت لهذه المواقف التي فيها ضغط عمل عالي جدا وعدد كبير من المهام المطلوبة فكيف تتعامل مع حالة الأرهاق لأن الأرهاق بلا شك يأثر على قرارات الاستراتيجية الموجودة من واقع منظور عملي بحث كيف تتعامل أو كيف تشوف حتى القادة يتعاملهم مع هذا الضغط بحيث أنه لا يأثر على قرارات الاستراتيجية يعني دكتور فيسل في الحقيقة هي الأزمة في حذ ذاتها هي نقطة تحول يعني لما نحكي عن الأزمة هي نقطة تحول من شيء طبيعي إلى شيء غير طبيعي فهي تفرض عليك واقع جديد بالتالي يعني لازم يكون في قادة مهيئين وقادرين على التعامل مع هكذا ظرف في ظل ظروف عدم التأكدية وأيضا في ظرف الضغط النفسي يعني أن الأزمة هي تحدث في ظروف استثنائية تحتاج إلى قيادة استثنائية تحتاج إلى قرارات استثنائية وأيضا تحتاج إلى قائد يكون يعني في الأصل أنت معده وقادر على اتخاذ قرار في الظروف الظروف الضغط اللي هو يتعرض من خلال الأزمة وأيضا نحن يعني مطلوب مننا بالنهية القادة الصغار حتى يكونوا قادرين في المستقبل على التعامل بالأحداث المستقبلية يحتاج إلى السلطة تعطي السلطة تعطي أيضا المسئولية وأيضا تعطي الشفافية بالتعامل أن كلما كنا شفافين مع المجتمع ومع إدارة الدولة كلما كان الأمور تسير بسهولة وسلاسة لكن الأمور الإرهاق والضغط النفس هي أمور طبيعية جدا في الأزمة لأن الأزمات هي العلم الوحيد الذي يحتاج إلى قائد متخصص باقي الأمور القائد أو المدير تستطيع أنك تهيئ لأمر معين لكن إدارة الأزمات تحتاج إلى نوع معين من القادة قادر على تحمل المسئولية وقادر على اتخاذ القرارات الصعبة في الظروف الصعبة شكرا دكتور طبعا نصل الآن لختام هذه الجلسة عذروا على إطالة وأتمنى إن شاء الله يكون في استفادة من الجميع من هذه الجلسة ونتطلع إلى لقائكم إن شاء الله في فعاليات أخرى وختاما وبليصال عن نفسي وعن فريق العمل والضيوب والمشاركين أود أن أشكر هذه الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القائمين خصوصا على هذه القمة لتاحة الفرصة للمشاركين في القمة لإثراء تجاربهم ومعارفهم حول إدارة الطوارئ والأزمات وشكرا شكرا جزيلا لله شكرا لكم شكرا جزيلا على نقاشاتكم والتفاعلية التي كان لها الأثر الطيب لإثراء المعرفة حول آليات مواجهة الطوارئ والأزمات ونود التنويه بتقييم الجلسة من خلال مسح رمز الاستجابة السريع على الشاشة والآن ندعو سعادة سيفر حمال شامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للمنصة لتكريم وتحدثي الجلسة السادسة فليتفضل سعادتها مشكورا سعادة الدكتور علي بنسباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دكتور عدنان علوان لواء ركن متقاعد وخبير في إدارة الطوارئ والأزمات وعداد القادة والاستراتيجيات في المملكة الأردنية الهاشمية دكتور فيصل الكعبي عميد كلية الجاهزية بأكاديمية ربدان لإدارة الجلسة شكرا شكرا سعاتك شكرا 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 شكرا